أفضل إرهاب الكومي قال عضو مجلسة الاتحاد الصبح في مكالمة تليفونية في أحد البرامة في الراديو في الشراب والدى الصبح 12 فصلنا بالليل أستاذ محمد أبو الوافق عضو مجلسة الاتحاد مع الكابتن شبير قال كده بالظبط غير صحيح غاز الكلام غير صحيح اطلاقا لا الموضوع مليان لخبطة بصراحة وده يدل على أنه الاتحاد مرتبك اتحاد الكرة مرتبك ومش عارف يخرج من تعرف لو لو اعترف بأن فيه أزمة لو اعترف وعلى فكرة مش عيب قوي يعني ولا فضيحة لما يقول احنا غلطنا وفيه أزمة إنما كل يوم فيه قصة جديدة بتطلع لدرجة أنه لدرجة أنه الناس بقتلومنا يعني أنا أما كتبت على قريت خبر أنه فصل 12 واحد بناء على المكالمة اللي هي أجراها دكتور إيهاب الكومي الشباب والرياضة دكتور إيهاب الكومي مع إيهاب الكومي دكتور إيهاب وكان موجود زملائنا هاني عبدالصبور وعوني نافع نافع كانوا موجودين في الستوديو وفعلا رح تكاتب أنه فيه خبر كذا وبعين فيه خبر تاني ينفي أن هناك 12 واحد اتفاصل فأنا قلت عايز خبر تالت أعرف منه من الحقيقة لأن فيه خبرين ضد بعض صح وهنا عضو مجلس إدارة وهنا عضو مجلس إدارة وهنا عضو مجلس إدارة ولما كابتن شبير استضاف الأستاذ محمد أبل وفا الراجل أنا معرفش بصراحة مع كل احترامي ليه إزاي وافق أنه يطلع المداخلة وهو ليس على علم ولا ملم رفو عليك أساس جميعا بكافة الأبعاد لدرجة أنه قال أنا والله ما أقدرش أجاوبك لأنه ما أعرفش أنه فيه جواب طب إزاي وبعدين حنرجع بقى للموضوع خلاص قلنا الجواب اللي عميين ندور عليه كأنه في بلد تانية الجواب ده يعني وزارة شباب ورياضة زي ما قال الدكتور أشتف صبحي شكل لجنة لجنة قانونية عليا لبحث هذا الأمر وحتى الآن لم تعلن النتائج لكن اللي أنا عايز أقوله ده لسه بارح لجنة تشكيل بارح لا أن هناك خطاب اللي حضرتك كشفت عنه من بارح والناس اتكلمت اللي هو خطاب الخمس بطولات وخطاب السبع بطولات ده برضو يدل دلالة قاطعة على إن جي الجواب من الاتحاد الأفريقي وحد مراره بطريقة معينة مسا عمدين أيوة يعني أنت يعقل أنك تطلب تنظيم بطولة اللي هي رقم 2 في القارة ولا تطلب تنظيم البطولة رقم 1 يا فندي قبل بقى ما حضرتك تجيب كلام ده صح وكلام مظبوط ولكن قبل ما حضرتك تكملوا في هذا الأمر الخطاب جاء 19 يناير أيوة طلع أي يوم كامل الكلمة اللي حالك بتقوله ده 14 أبريل يعني بعد 4 شهور 3 شهور لا وفي معلومة تانية برضو أنا سمعتها على لسان الدكتور وليد أنه هو بيقول إحنا بعثنا 6 جوابات لكاف و6 زي يوم لفيفا إمتى بعد إبريل بعد إبريل بعد ما الأهل يفجر يعني بعد ما زي ما بيقولوا الفاس وقعت في الراس والدنيا خلاص جاء تقول أنا معاك بعد الموضوع 12 جواب طبعا لا يمكن هيبقى فيه رد على هذه الخطابات لأن الموضوع عدى يعني أنا مش عايز أقول ستاز جمال الموضوع واضح وصريح هناك هناك من عمل تسوية مع لقجع وقال له ناخد الكمفدرالية عشان دول أصحابنا وما ناخدش أبطال الدول ولا خد دي ولا خد دي ولا خد دي يتصرف المراد أخذ الكمفدرالية ليه خرج القصة ما كملتش يا جماعة هو مين لأ مين ليه القضية دلوقتي تحولت لأننا بس بندور على الجواب يعني إيه إيه ده يعني ده مش موجود ألف بإدارة التدوير على الجواب عشان الأهلي تم بيعه يا أسف الزمال القضية دلوقتي أصبحت إنه في ناس جوانا جو الكرة المصرية بيعانا آه بيعانا ترجمة نانسي قنقر